خلينا ندخل في أخبارنا وأقول لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الأهلي عقد اجتماع مبارح مع فيتسو موسيماني المدير الفني الفريق الأول الكرة في حضور لجنة التقطيط والكابتن سيد عبدالحفيز كمان مدير جهاز الكرة الاجتماع شهد منقشات كثيرة بين رئيس النادي والمدير الفني وخاصة يعني احتياجات الفريق في الفترة اللي جاي على كافة المستويات وأكد الكابتن محمود الخطيب خلال الاجتماع على استمرار الدعم والمسندة الكاملة للفريق وجهازه الفني وتوفير طبعا كل وسائل النجاح والتأكيد على أن طموح الأهلي والمنتمين ليه مش بيتوقف أبدا عند تحقيق بطولة واحدة سواء كانت محلية أو قرية أنا يعني بتهاي طبعا كل ملفات فريق الكرة كانت مطروحة من وجهات النظر المختلفة سواء من وجهة نظر الإدارة بلاست كابتن خطيب أو من وجهة نظر لجنة التخطيط أو من وجهة نظر ميستر موسيماني ولقين على الموسم الطويل وأعتقد أنه المشوار الأصعب السنة دي بالنسبة لنا هو دوري أبطال أفريقي يعني يمكن بطولة طبعا كاس عامل أن ده بطولة مهمة جدا وحشتنا المشاركة فيها وجمهات لها اللي مستنيها مستنيت شوف فرقتها وهي بتلعب مع أكبر فرقة العالم لكن المشوار الصعب لما تيجي تمسك وراء وقلم المشوار اللي هتشيل هامه وتعمل حساباته وتفكر إزاي تبقى طول الوقت جاهز ليه ومستعده في أحسن حال وهو مشوار دوري أبطال أفريقيا وبتهالي ده كان ليه النصيب الأعظم من اجتماع النهاردة ترجمة نانسي قنقر